ظاهرة تسريب الاضاءة في شاشات التلفزيون هي من اشهر المشاكل اللي بتواجه ناس كتير لما بتشتري شاشة تلفزيون جديدة. واللي بالتأكيد ممكن يكون لها تأثير على تجربة مشاهدتك لشاشة التلفزيون بالاخصة زي كنت بتتفرج على شاشة التلفزيون دايما في غرفة اضايتها منخفضة. فالفيديو ده عرفك في اكتر على ايه يا ظاهرة تسريب الاضاءة لو مكنتش تعرفها وايه السبب فيها وازاي تقدر تتجنبها بس يا ريت لو الفيديو عاجبك بتنساش تدوس لايك للفيديو وتشتري في القناة لو لسه ما اشتركتش علشان يوصل لك كل جديد من محتاج القناة وتفتكش هاي فيديوهات جديدة. ظاهرة تسريب الاضاءة او باختصار بتكون عبارة عن انت بتشوف هالات من الاضاءة او هالات من النور حوالين الحواف بتاعت الشاشة بالاخص لما بتكون بتعرض عليها لون اسود بالتحديد. والموضوع ده بيضايق ناس كتير لان الطبيعي لما انت تبقى بتتفرج على فيلم والفيلم ده في مشاهد مضلمة قوي او حتى بتلعب جيم والجيم ده في مشاهد ضلمة باستمرار فالمفترض انك تبقى شايف درجات اللون الاسود موحدة على المساحة بتاعت الشاشة كلها والموضوع ده معروف باسم بتاعت الشاشة. فلو او وحدة اللون الاسود مش موحدة على المساحة بتاعت الشاشة كلها فطبيعيا ان الموضوع ده يضايقك بالاخص ازا كنت انت من الناس اللي دايما تتفرج على الشاشة التلفزيون وهي قفلة النور بتاع القوضة او موطية النور بتاع القوضة شوية. ده غير ان في ناس كتير بتبقى فاكرة ان شاشة التلفزيون بتاعتها بايزة او فيها مشكلة ومحتاجة تتصلح. ولكن الخبر الكويس هنا ان دي ظاهرة موجودة في كل الشاشات التلفزيون مش مشكلة في شاشتك انت بالتحديد. ولما بقول ظاهرة هنا انا قصد ان انا اقول ظاهرة لان هي لو مشكلة هتبقى مشكلة خاصة بك انت او خاصة بالشاشة بتاعتك انت. لكن لما بقول ظاهرة بقول ظاهرة عشان هي ظاهرة عامة موجودة في كل الشات التلفزيون ومش كلها بشكل عام لا هي المقصود بها الشات التلفزيون اللي بتكنولوجي الال اي دي تحديدا. لان تسريب الاضاءة او هو من احد المشاكل المشهورة والمعروفة في الطريقة بتاعت التصنيع او في تكنولوجيا التصنيع للشاشات الال اي دي بالتحديد. وبالتأكيد انت هتكون لحظة ان مشكلة تسريب الاضاءة دي موجودة في الشات تلفزيون من كل الشركات سواء سامسونج ال جي سوني تي سي ال اي شركة بتصنع الشات تلفزيون ال اي دي ال سي دي بالتأكيد هتلاقي فيها المشكلة بتاعة تسريب الاضاءة او مشكلة ويمكن ده واحد من الاسباب اللي بتخلي الشركات المصنعة على الشات التلفزيون ان هي هتغير وتطور في التقنيات والتكنولوجيز اللي بتصنع بها شاشة التلفزيون عشان تدي لك تجربة مشاهدة احصل لان انت في الوقت الحالي هتلاقي ان عندك الصناعة بتاعة الشات التلفزيون بشكل عام بتعتمد على تلات تقنيات او تلات تكنولوجيات رئيسيين التقنية الاولينية هي التقنية التقليدية واللي موجودة في اغلب شرات التلفزيون اللي عندنا في البيت اللي هي بتعتمد على فكرة ال او الاضاءة الخلفية عن طريق الاضاءة ال اي دي والتكنولوجيز دي الشاشة بتاعة التلفزيون بتنور فيها يا اما باستخدام اضاءة من الحواف معروفة باسم الاضاءة او اضاءة خلفية بتكون مباشرة على الشاشة ومعروفة اسم ال في موضوع تسريب الاضاعة ده هتلاقيه منتشر دايما في الطريقة اللي بيتمافل بها الشاشة نفسها لان طبعا الشاشة دي بيكون فيها مجموعة من الفلاتر وربع فمجموعة الفلاتر دي بتتأثر بشكل كبير بالطريقة اللي بتتجمع وتتأفل بيها الشاشة نفسها يعني عايز قل لك ان ممكن يبقى فيه مصمر واحد في الشاشة مربوط جميع شوية يخلي الفلاتر دي مش مزبوطة بالزبط قدام الاضاءة اللي من الحواف دي. فعشان كده هتلاقي ان المشكلة دي منتشر اكتر دايما في الشاشة لاضائتها من الحواف. الشاشات لاضائتها خلفية برضو بتكون فيها المشكلة دي ولكن يعني هتلاقي دايما ان اغلب الشاشات لاضائتها خلفية من نوعية الشاشات الاي بي اس مش الفي اي بانيل. الشاشات الاي بي اس بانيل اصلا بتلاقي ان درجات اللون الاسود بتاعتها مش محادة حتى لو اضاءة بتاعتها مظبوطة وكل حاجة لكن هي كبانيل بتاعت شاشة من عيوبها ان الدرجات بتاعت اللون الاسود بتاعتها ما بتكونش موحدة على مساحة الشاشة كلها زي الشاشات الفي اي بانيل فهتلاقي ان المشكلة دي بتنتشر قوي في الشاشات السامسونج لان الشاشات سامسونج دايما واضائتها من الحواف فهتلاقي مسلا ان الفيئة بتاعت الشاشات الكريستال اولترا اتش دي في الشاشات تاعت سامسونج دايما بتظهر فيها المشكلة دي بشكل كبير والاسف ان الشركات المصنعة تلفزيون ما بتعترفش ان دي مشكلة في الشاشة يعني ممكن يكون كتير منكم حاول انه هو يعجع شاشة التلفزيون بتاعته عشان هي لسه في الضمان وما يردوش في الشركة انهم ما يرجعو له الشاشة ويقولوا ان هي ده العادي بتاعها وان هي ما تحترفش بان نقطة بتاعت بشكل كبير على الحظك وانت بتشتري الشاشة يعني لو انت ورصت خمس ست الشات جنب بعض كلهم نفس المقاس ونفس الموديل ونفس كل حاجة هتلاقي ان تسريب الاضاءة في كل الشاشة مختلف عن الشاشة اللي جنبها لان زي ما قلت لك الموضوع يا في الاخر راجع لفكرة الطريقة اللي بتتصنع بها الشاشة والطريقة اللي بتتقفل بها الشاشة مع بعض لان عشان تبقى فاهم ان الشاشة عشان تبين لك اللون اللسود على مساحة الشاشة كلها وهي منورة في نفس الوقت هي بتعمل كده ازاي هي بتعمل كده عن طريق ان هي بتغير الترتيب بتاع الكريستالات الموجود في الفلتر بتاع الكريستال السائل فبتحطه في الوضع اللي بيحجز الضوء او بيحجب الضوء علشان ما يعديش الضوء للفلتر او الديفيوزر اللي موجود قدامه فبالتالي انت بتشوف اللون اسود فعلشان كده انت هتلاقي نفسك دايما بتشوف درجات لون الاسود في الشاشة الالي دي بتكون درجات لون اسود بهتة شوية او رايحة على رماضي ما هواش اسود عميق او اسود حالك زي ما بتشوف الشاشة الالد ومن هنا اصلا جات فكرة تقنية صناعة الشاشة التلفزيون الالد اللي بتعتبر تاني تقنية في صناعة الشاشة التلفزيون زي ما قلتلك من شوية ان فيه تلات تقنيات يعني مشهورين او معرفين في صناعة الشاشة التلفزيون التقنية بتاعت الالي دي التقليدية التاني تقنية هي تقنية الالد اللي هي اختصر لكلمة والتقنية دي بتعتمد على فكرة ان كل بيكسل في الشاشة بينور ويطفي بشكل منفصل يعني او مثلا عندك شاشة فالشاشة دي بيكون فيها اكتر من تمانية مليون بيكسل فانت لك انت تخيل ان التمانية مليون دول كل بيكسل في الشاشة بتطفي وتنور بشكل منفصل ولذلك لما بيكون معروض على الشاشة مشهد في ضلمة جامدة او مساحات كتيرة لونها اسود فبتلاقي ان درجات اللون الاسود فيها حالقة وعميقة لان نفسها بتكون مطفية لكنك طافي لمبة فعشان كده بتشوف درجات اللون الاسود عميقة لكن لما بتيجي شاشة التلفزيون الالي اي دي تحاول ان هي تعمل نفس الموضوع ده فبتحاول ان هي تغير الوضع بتاع الكريستالات بتاعة الكريستال السائل فبالتالي بيكون الاضاءة برضو لها نوعا ما تأثير وبتخلي درجات اللون اسود بهتة شوية ومش عميقة قوي. كمان هتلاقي من اهم الاختلافات ما بين الشاشة الالي اي دي والاولد ان الشاشات الالي اي دي بيكون فيها الظاهرة بتاعت او الوهج حوالين الحاجات اللي بتكون منورة في الشاشة قوي على انت مسلا بتفرج على فيلم والفيلم صورته ضلمة وفيه ترجمة باللون الابيض هتلاقي دائما فيها لات من النور حوالين الترجمة. وده بسبب نفس المشكلة اللي بقول لك عليها ان اصعب حاجة على الشاشات الالي دي النهائية بتبقى بتبين لك حاجة لونها اسود وفي نفس الوقت حاجة جمبها منورة. كده بتطلب المستحيل من الشاشات الالي اي دي. وده انه برضو التالت تقنية في صناعة الشات التلفزيون اللي هي تكنولوجي الاضاة الخلفية الميني ليد. لانه طبعا الشات الميني ليد بتعتمد على فكرة ان بيكون فيها برضو اضاة خلفية زي الشات الالي دي ولكن الفرق ما بينهم ان الميني ليد بيكون لمبات ليد حجمها اصغر بكتير جدا يمكن اللامبة الميني ليد حجمها اصغر اربعين مرة من اللامبة الليد الموجودة في شاشة التلفزيون العادية. فبالتالي شاشة التلفزيون الميني ليد بيكون فيها كم هائل من اللمبات بالمقارنة لكم اللمبات الموجود في الشاشة الالي اي دي. وبالتالي ده بيخلي الشاشة تقدر ان هي تتحكم في الاضاءة بتاعتها بشكل احسن وتتحكم في الاضاءة بتاعتها بشكل افضل. فده برضو بيقلل من التسريب بتاع الاضاءة لانه ببقاش الاضاءة فيها من الحواف بتعتمد على فكرة الاضاءة الخلفية اكتر. بالاضافة لانه بيكون فيها خاصية اللي بيخلي الشاشة تبقى متقسمة لمناطق تدفي وتنور بشكل منفصل. فبالتالي ده بيقلل برضو من والوهج وبيخلي درجات اللون الاسود عميقة وافضل من شاشة دي العادية. طيب حلوة جدا هل بقى مشكلة تسريب الاضاءة دي لها تأثير على شاشة التلفزيون نفسها بعد كده يعني هل دي مسلا ممكن تبقى حاجة تباوز شاشة التلفزيون ففي الحقيقة لا يعني الموضوع ده اتعمل فيه استفتاءات كتير قوي على الانترنت ويعني محدش اشتكى من الموضوع ده او ان هو يعني كان سبب في انه باوز شاشة التلفزيون مسلا ولا حاجة لا هي بتفضل الظاهرة دي موجودة في شاشة التلفزيون اغلب الوقت طول ما الشاشة عندك ما اعتقدش ان هي بتزيد برضو ومحدش قال ان هي بتزيد الا في حالات نادرة قوي لكن هو دي يعني زي ما قلتلك عيب من عيوب الصناعة بتاعت التكنولوجيا او بتاعت الفكرة دي عمتا في شاشة التلفزيون وزي ما قلتلك برضو هي مش هتأثر على تجربة المشاهدة بتاعتك الا في حالات معينة قوي اللي هي انت تبقى يعني مطف النور بالتحديد وبتتفرج على فيلم ظالم يعني هي دي الحالة الوحيدة اللي ممكن تبقى بتأثر فيها على تجربة المشاهدة بتاعتك لكن لو انت هفتح النور عندك في القضاء عادي مش هتلاحظها خالص مش هتاخد بالك منها الا لو انت قاصل تبص عليها كمان لو انت بتفرج على حاجات ملونة عادية يعني مش هتشوفها خالص يعني صعب ان هي تبان في حاجات ملونة. طيب هل بقى لو المشكلة دي عندك في شاشة التلفزيون فعلا تقدر انك تحلها او تصلحها او فيه طريقة معينة مسلا لعلاجها ففي الحقيقة برضو لا يعني مفيش طريقة معينة او طريقة علمية ممكن انك تصلح بها شاشة التلفزيون او تحل بها مشكلة تسريب الاضاءة ولكن فيه اجتهدات يعني فيه ناس حاولت ان هي تحل الموضوع ده باساليب كتير في منها اساليب نفعت مع بعض الناس واساليب ما نفعتش مع بعض الناس من ضمن الاساليب دي مسلا انك تقلل الاضاءة الخلفية بتاعة الشاشة يعني تدخل على الاعدات بتاعة الصورة بتاعة الشاشة وتقلل قوة الاضاءة بتاعة الشاشة لان فكرة انك تقلل قوة الاضاءة الخلفية بتاعة الشاشة شوية ده ممكن يقلل من التسريب بتاعه الحل التاني اللي برضو ناس عملته وجربته ان انت مسلا لو شاشة التلفزيون عندك الفريم الخارجي بتاعها فيه مسامير كتير مربوطة فيه من وراء وفيه ناس حاولت ان هي تفك المسمر دا شوية او يعني تريح المسامير دي شوية عشان مسامير دي ساعات بتبقى مربوطة جامد قوي فممكن تكون ضغطة بتاع الشاشة بشكل جامد فبتكون مأسرة على الفلاتر دي وبتخلي فيه تسريب في الاضاءة. ففيه ناس نفعت معها فكرة ان هي تهوي المسامير دي شوية او تريحها شوية عشان تخلي التسريب بتاع الاضاءة دا يقل شوية. الحال التالت برضو ان فيه ناس حاولت ان هي تبقى بتدوس على الفريم الخارجي بتاع الشاشة في الاماكن اللي فيها تسريب يعني فيه ناس حاولت ان هي تدوس على الفريم كده بيديها بس برضو يعني ما تدوسش على الشاشة جامد قوي بغشومية يعني عشان ما تكسرهاش يعني حاول انك تدوس عليها بالراحة. فيه ناس لما دست على الشاشة في الاماكن اللي فيها تسريب الاضاءة كده زبط معها في الاماكن اللي فيها تسريب الاضاءة شوية. ده حل برضو نفع مع بعض الناس. على السن ده ممكن يعدل شوية من وضع الفلتر بتاع الشاشة فيحاول ان هو يقلل لك شوية من تسريب الاضاءة. لكن لو انت بقى مش تقدر انك تتقبل الفكرة دي او تتعامل مع الشاشة بالطريقة دي او جايز مسلا انت تسريب الاضاءة في الشاشة عندك كان قوي جدا لدرجة انه فعلا بقى عيب صناعة او فعلا انت مش تقدر تتعامل مع الصورة بتاع الشاشة بالشكل ده. يبقى في الحال دي طبعا هتحاول انك ترجعها وتبدلها بشاشة تانية. ممكن يبقى حظك احسن في الشاشات تانية يبقى يعني التسريب فيها اقل شوية فتقدر انك تتعامل مع الموضوع. لكن لو انت رافض فكرة تسريب الاضاءة تماما يبقى انت هتحتاج انك تزود فلوس وتجيب شاشة اولد. شاشات الاولد هي الشاشات الوحيدة اللي ما فيهاش تسريب اضاءة. لو انت الميزانية بتاعتك مش تقدر تدفع فلوس الشاشة الاولد لان هي طبعا الشاشات سعرها اغلب كتير من الشاشات العادية. فحاول انك تروح بتعتبر في النص ولا هي الشاشات الاولد. في نفس الوقت التسريب الاضاءة فيها اقل بكتير من الشاشات الاولد. ولكن برضو مش هيكون بنفس فكرة الشاشات الاولد او مش بنفس درجة لون الاسوب بتاعت الشاشات الاولد. فالموضوع في الاخر هيبقى راجع لتقديرك. لكن ما وعدكش ان انت لو غيرت شاشة التلفزيون اللي عندك في الشاشة تانية انك تاخد شاشة يعني اولد برضو ما فيهاش تسريب اضاءة خالص. لأ لازم اتلاقي فيها نسبة تسريب اضاءة ولكن الفكرة هينا هل نسبة تسريب الاضاءة دي مقبولة ولا لأ. ما انا في النهان الفيديو كون افادك فعلا ودلوقتي ارتفرج على الفيديو تاني من الفيديوات اللي هتزار قدامك واريت في النهان تنساش اللايك والاشتراك في القناة ونتقبل فيديو جديد ان شاء الله.